نروح نتابع أخبار النادي الأهلي زي ما احنا بتعودين يوميا ومرسيتنا النهاردة هتكون معنا ماريم سميح من مقار النادي الأهلي بالجزيرة ماريم بولجور عليك طبعا أنا وكريم مشاهدي سامعين لكل سيدة بلات المشاهدين تفضلي صبح عليك يا نهوان وصبح عليك يا كريم وصبح طبعا على دفكم العزيز الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة هيكون معنا فيها طبعا كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي طبعا سواء الفريق الأول لكرة القدم أو الفرق الرياضية الأخرى طبعا البداية مع الفريق الأول لكرة القدم اللي أكيد طبعا بدون راحة بيستأنف تدريباته النهاردة الميران إن شاء الله هيكون فيه تمام الساعة الرابعة عصرا التجمع هيكون فيه تمام الساعة الثالثة عصرا ثم يبدأ الميران بقى فيه تمام الساعة الرابعة على ملعب مختار التتش ده طبعا استعدادا لمباراة الداخلية اللي هتقام إن شاء الله غدا الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساء على سيد الأهلي وي السلام طبعا زي ما احنا عارفين المباراة دي هي المؤجلة طبعا في الجولة العشرين طبعا إن شاء الله بنتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق إن شاء الله النهاردة يعني مدير الفني للنادي الأهلي مستر مارسل كولر هيكون طبعا في محاضرة بتسبق المران هيستعرض فيها كل النقاط الخاصة سواء القوة أو الضعف بطبعا فريق الداخلية طبعا نحن عارفين إن النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب بدون أي خسارة خلال الفترة الماضية طبعا الحقيقة زي ما أنا قلت الحقيقة إن هو استقنف تدريباته بدون راحة سواء أمس طبعا التمرين كان في تمام الساعة الوحيدة دهرا والنهاردة هيكون في تمام الساعة الرباع عصرا ننتقل بقى لكل الألعاب الرياضية الأخرى وطبعا أكيد يعني هنبدأ مع الماسترز ورجال طائرة الأهلي اللي هيكون في مباراة النهاردة أكيد هامة جدا في دور التمانية في البطولة العربية إن شاء الله هتكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء هتقام على صالة اتنين باستاذ القاهرة ده طبعا أمام نادي سوحلي الليبي ده طبعا أكيد بعدما رجال الماسترز قدروا إن هم يتصدروا مجموعاتهم طبعا في دور المجموعات من البطولة العربية وحققوا الفوز في الخمس مباريات اللي خدوها طبعا يعني سواء أمام مصافي شمال العراقي خيبل اليمني بنياس الإماراتي وأخيرا الوقرة القطري والحقيقة نحن طبعا بنتمنى طبعا كل السلامة لعبد الحليم عبو لاعب نادي الأهلي أكيد اللي أصيب يعني أول أمس في مباراة الوقرة القطري بقطع في البايل الحقيقة أنه هو هيضطر أكيد لتدخل جراحي والحقيقة نتمنى له كل توفيق لأنه هو ساهم بشكل كبير جدا في هذه البطولة ولكن للأسف هيغيب خلال المواجهات المقبلة في البطولة العربية بالنسبة طبعا لا أكيد كرة الطيرة رجال ننتقل بقى لسيدات طيرة الأهلي وبعد الفوز طبعا المهم على نادي الزهور بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء الحقيقة أنه هم بيستعدوا للمباراة المقبلة في الدوري ده طبعا أمام نادي وادي دجل المباراة تقام يوم الخميس المقبل على صالة أربعة باستاذ القاهرة أو عفوا على صالة الشهداء هنا بمقار نادي الأهلي بالجزيرة الحقيقة يعني سيدات طيرة الأهلي عاملين أداء كبير جدا في الدوري والحيان أنه هم خلاص يمكن دي جولة ترتبية وأنه هم خلاص ضمنوا تأهلهم في يعني الأربعة الأوائل خلينا بقى نروح ليعني سيدات سلة الأهلي في مباراة النهاردة هامة جدا للنادي الأهلي في تمام الساعة السادسة مساء هتقام هنا في مقار نادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء المباراة طبعا أمام مصر للتأمين وده في ربع نهائي كأس مصر بتمالهم كل التوفيق وعايزة نوه طبعا لمشاهدي قناة الأهلي أنها تكون المباراة مذاعة على شاشة قناة النادي الأهلي قدروا طبعا يتابعوها النهاردة خلينا بقى يعني نتكلم عن فكرة الدربي ما بين النادي الأهلي والزمالك في كل رياضات الأخرى والحيان أنه نحن شفنا أداء كبير جدا خلال الفترة الماضية لكل الألعاب الأخرى أو فرق الألعاب الأخرى حتى شباب عايزين بقى نتكلم على فكرة الفوز على نادي الزمالك الحقيقة أنه مبارح فيه مباراة هامة جدا لبنات ياد الأهلي طبعا أو يعني شباب ياد الأهلي 2006 ألف قدروا أنه هم يحققوا فوز مهم جدا على نادي الزمالك بها نتيجة 38-29 ده طبعا فيه تصفيات الدوري المرتبط عايزة بقى يمكن أخد من كلامكم على رجال سلة الأهلي والحقيقة أن يعني طبعا زي ما احنا شفنا تصفيات كأس العالم حقيقة أن رجالة النادي الأهلي عاملين أداء كبير جدا وشفنا مبارح الحقيقة لعب النادي الأهلي أو نجم النادي الأهلي عمر الجندي قدر أنه هو يكون سبب فيه تأهل طبعا يعني منتخب مصر أمام جنوب السودان العمر الجندي الوحده أحرص فيه الشوت الأول 29 نقطة ويمكن حقق أرقام قياسية فيه هذه البطولة الحقيقة أن عمر الجندي زي ما أنا قلت قاد منتخب مصر الفوز على منتخب جنوب السودان بنتيجة 49-42 الجندي الحقيقة أنه هو فيه يعني كتوتل سكور فيه تصفيات المونديال حقيقة أنه هو أحرص 42 نقطة منهم يعني 6 ثلاثيات ومحطم طبعا الرقم القياسي كأكثر عدد نقاط فيه مباراة وحدة خلال تصفيات القارة المؤهلة للمونديال طبعا دي كانت كل الأخبار الموجودة معانا النهاردة بالمتعلقة للفريق الأول لكرة القدم نتمنى له كل التوفيق طبعا غدا فيه مباراة وأمام الداخلية وأيضا كل الأخبار المتعلقة بالرياضات الأخرى بشكركم جدا الكلمة لكم مرة أخرى نحن كان نشكرك أكيد على هذه التغطية الرائعة كالعادة يا ماري شكرا لك اشتركوا في القناة